سوف نتعرض للجزء على استخدامات الانتران ويستخدم الانتران لتغيير البرامج المثبتة على الجهاز والبرامج الملحقة بنظام التغيير كما يستخدم لفتح الملفات والمجلدات الموجودة على نفع الحاسب أو على أي حاسب آخر موطفل بالسلسة المحلية Local Network كما يمكن استخدامه لفتح مواقع الويب الموجودة على شبكة الإنترنت ودلوصول الى الامر Run نفتح أسطائم Start ونختار Run سوف نفتح المربع الحواري Run فنلاحظ ظهور آخر عنصر تم فتحه باستخدام الامر Run داخل الخانة Open وبالضغط على مفتح أسهل من هذه الخانة نلاحظ ظهور قائمة بالعناصر التي تم فتحها سابقا لاستخدام هذا الامر ولفتح أحد البرامج التي تم تثبيتها داخل الجهاز وليكن البرنامج ونانب عن طريق هذا المربع الحواري نقوم بكتابة اسم ومسار البرنامج الذي نريد تغييره مباشرة أو نقوم بمضغط على المفتاح Browse لتحديد مسار البرنامج فنضغط على المفتاح Browse ومن المربع الحواري Browse نقوم بتحديد مسار الملف فنختار Drive-E من القائمة Lock-In ثم نفتح المجلة Program ثم المجلة NAND ونختار الملف التنفيذي Accessible File الذي يقوم بفتح البرنامج وهو الملف وNAND.E3 ثم نضغط Open فيظهر مسار وإسم الملف التنفيذي داخل أرشانة Open فنضغط على المفتاح OK ثم نفتح البرنامج كما نرى والآن نقوم بإغلاق هذا البرنامج وفتح المربع الحواري Run مرة أخرى ويمكننا فتح أحد البرامج الملحطة داخل نظام التنفيذ عن طريف إدخال إسم الملف التنفيذي الخاص بهذا البرنامج مباشرة داخل هذه أرشانة حيث لا يلزم كتابة مسار هذا الملف فمثلاً لتغيير الآلة الحاسبة كالكوليتر نقوم بإغلاق اسم الملف التنفيذي لهذا البرنامج وهو Calc ثم نضغط OK فيتم فتح الآلة الحاسبة كما نرى كما ذكرنا سابقاً أنه يمكننا فتح المجلدات عن طريق استخدام الـ Run فلفتح المجلد كارس الموجود داخل المجلد فوسوس والموجود داخل أرداء الـ E نقوم بإدخال اسمه مسار المجلد كالتالي ثم نضغط OK تتم فتح المجلد كارس داخل هذه النافذة ويمكننا فتح الملفات بنفس الطريقة فلفتح ملف الفيديو فيديو 1 الموجود تحت المجلد MyDocument نقوم بكتابة اسم ومثار الملف التالي ثم نضغط OK سيتم تغيير الملف داخل برنامج من جزء مجلد كارس وفتح الموقع الخاص بالشريطة على شبكة الانترنت نقوم بإدخال اسم الموقع في هذه الأسانة ثم نضغط على المفتاح OK سيتم فتح الموقع الذي قمنا بتحديده داخل المتصفح الافتراضي المعرف داخل النظام التغيير وهو Microsoft Internet Explorer جيداً أجلناLR